بقالنا تقريباً 48 ساعة بنسمع إن وسوريو هيمشي من نادي الزمالك وسوريو هيمشي من نادي الزمالك أخبار بتنشر هنا وأخبار بتنشر هنا وعروض هنا وعروض هنا الراجل ماشي ولا مكمل الراجل الواقع مستحايته ولا لأ الراجل مبسوط ولا متدايق كل ده هقولك تفاصيله دلوقتي حالاً تعال معي يلا بينا مش جاهزة معنا طيب بص أحكيه لك أنا هو الراجل الدايق الكامي يوم اللي فاقه دول شوية من تأخر الراتب بتاعه هو ما خدش الراتب بتاعه بقاله شهرين بس خد وعد بالحصول على الراتب بتاعه قبل ما الزمالك يسافر إلى البطولة العربية يوم 24 الشهر ده إن شاء الله هو فعلياً عنده عروض عروض من كوستاريكا عنده عرض من ترينداد ودوباجو عنده عروض من أندايا في كولومبيا عنده عروض عنده راس خلاص اتعاقده مع مدرب آخر بعد ما سوريو رفض من حيثه المبدأ بس هو عنده عروض الراجل ده من في أمريكا الشمالية وممريكا الجنوبية اسم كبير ودايماً الناس بتفكر فيه بس هو عايز يكمل مشروعه في نادي الزمالك هو حاسس إن الأمور هتبقى أفضل الفترة اللي جاية وحاسس إنه بدأ يحط إيده على كل مواطن القوة الضعف فيه الفريق باستثناء طبعاً ما حدث في مباراة الأهدي لكن قبل كده الراجل فعلاً كان ماشي بشكل معقول جداً مع نادي الزمالك وبالفعل يعني والدليل إنه الراجل مكمل إنه بدأ يطلب تعاقد مع لعبين بعينهم هو طلب التعاقد مع مدافع بيلعب بقدمه اليسرى طلب التعاقد مع مهاجم قوي طلب التعاقد مع جناح برضو بيلعب برجله اليسرى وطلب التعاقد طبعاً مع لعب وسط مدافع مركز ست ده طلباته وهو وافق كمان على عودة المعارين وهيتابعهم بشكل جيد الفترة اللي جاية والأقرب إنه كل المعارين بتاع الزمالك هيبقوا مع الفريق الموسم الجديد طبعاً أنت تفاهمين الأزمات والأمور المالية وفكرة القوة الشراءة عند نادي الزمالك دلوقتي والأزمات فغالباً المعارين هيرجعوا ويبقوا تدعمات دي الفريق طيب وسوريو اتكلم اخد بقى بالك من دي اتكلم مع الجهاز المعاون ليه بعد مباراة الكمة وقال لهم رغم الخسارة بربعية رغم الخسارة بربعية الزمالك عمل اتناشر فرصة ده كلام أسوريو مش أنا أنا بنا نقولك بس بحسب مصادرنا يعني إنه الزمالك عمل اتناشر فرصة وأحرز هدف واحد لكن الأهلي ده كلام أسوريو برضو صنع تمن فرص وأحرز أربع هداف فاحنا عملنا شغلنا كجائز فني إنه احنا عرفنا نوصل الفريق إنه يصنع فرص على مرمى النادي الأهلي طيب هو كمان اتكلم عمل بشكل أقوى الفترة اللي جاية في الناحية الدفاعية وشايف إنه لسه في مشاكل كبيرة دفاعية رغم التقدم أو التحسن في المستوى الهجومي ده كلام أسوريو لجهازه المعاون اشتركوا في القناة